الجيش الإيراني يؤكد جهوزيته للدفاع عن منجزة النظام وعن الشعب إلا بتكون مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العجلة والحصرية حول إيران أكد الجيش الإيراني اليوم الثلاثة أنه سيقف في وجه أي اعتداء من أجل الحفاظ على منجزة النظام والدفاع عن الشعب الإيراني وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد رفع أسعار الوقود منذ الجمعة الماضية صرح الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة تسنيم سنقف بقوة في وجه أي اعتداء وسبيل الحفاظ على منجزة النظام والدفاع عن الشعب الإيراني وأضاف البيان نحن بحاجة إلى تنوير الجمهور بالمؤامرات التي يشنها أعداء النظام والاستعداد لمواجهة أي تهديد لحدود وأمن إيران وكان متحدد باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قالت تلتاء بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في محافظة إيرانية بالعشرات ووصف المتحدد الوضع في إيران بالمقلق داعيا السلطات الإيرانية لأعادة الأنترنت واحترام حقوق المتظاهرين في حرية التعبير وأبدى المتحدد قلقه من استخدام قوة الأمن الإيرانية الدخيرة الحية من أنباء عن انتهاكات للقانون الدولي وهذا انتشرت الاحتجاجات في مناطق مختلفة في إيران واتخدت منح سياسيا مع مطالب المحتجين بتنحي كبار رجال الدين الذين يقودون البلاد على خلفية رفع الحكومة أسعار البنزين ما أصفر عن سقوط عشرات القتل والجرحة وفي الأخير إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق ترجمة نانسي قنقر